نروح بقى لدوري أبطال أوروبا واللي عمله مبابيه عبشة جرية المدريد فاللي عمله مبابيه بالنسبة لي كان صعب قوي مع نوين يعني أولا طبعا يخليك تتمنى أن الصفقة تتم جدا بسرعة جدا لأن فيه خوف من البياس جي دايما يفضل عنده القوة المادية وقوة ضغوط في النهاية تخلي مبابيه يقض لأن باريس سانجرمان بالنسبة لي ومبابيه دا معركة مهمة قوي أولا عشان يثبت باريس سانجرمان أنه مش أقل من ريا المدريد وأنه مش تموح اللعيبة أنها تروح حتة أعلى من عندي هو عايز يثبت أنه زي وزي ريا المدريد وده صعب جدا مشوار طويل بس بالنسبة لي أول معركة عشان يعمل ده أنه يكسب دوري أبطال أوروبا يتاني معركة أنه يقنع مبابيه حاجة تانية أنه في تركيبة ماسي مبابيه ونيمار بكل تأكيد خسارة مبابيه كارثية لأن مبابيه هو اللاعب الأكثر قدرة بدنيا في السلاسي في الوقت الحالي الأصغر عمرا وبالتالي المستقبل يتبني على واحد زي كايلين مبابيه فبالنسبة لهم خسارته هتكون خسارة كبيرة جدا وبالتالي هيفضلوا يقتلوا عليه أنا أتمنى طبعا أنه يروح ريا المدريد لأنه في ريا المدريد بكل تأكيد أنك تشوف العرض الساحر اللي قدمه ده كل أسبوع مرتين في الأسبوع أحيانا بكل تأكيد يفرق جدا مع ريا المدريد فبكل تأكيد بالنسبة لريا المدريد صفقة مبابيه أصبحت صفقة هامة للغاية ليه صفقة هامة للغاية؟ لأن ريا المدريد بقاله سنين بيحاول يوفر من بعد كريستيانو رونالدو ما مشي الأموال النقدية ويلعب موسم الانتقلات بزكاء أكتر ويستنى أوراق زي مبابيتو أعلى مجانا وبالتالي يحاول أنه يستثمر الفرصة ويستغلها ويضم جالاكتكوس يبني جالاكتكوس جديدة بأموال أقل من الطبيعي لأن سوق الانتقلات اختلف واللي كان ينفع اللي كان بيعرف يعمله ريا المدريد زمان ما بقاش يقدر يعمله دلوقتي طيب هو ريا المدريد ليه؟ يعني الناس كتير ممكن تقول دقائل المبابيه المفروض يقعد في بي اس جي ريا المدريد هو بصراحة هو طبعا التاريخي الطويل قوي للنادي بس كمان حركة زكية جدا عملها في لونتينو باريز في لونتينو باريز لما عمل الجالاكتكوس النسخة الأولانية ورح جاب رونالدو البرازيلي مع زين الدين زيدان في وجود راول وفي وجود روبرتو كارلوس لويس فيغو ديفيد بايكم المجموعة دي لما جمعت مع بعض صحيح رياضيا ما كسبوش كل حاجة لكن تخلت الاندية كلها واللعيبة كلها يبقى عندها انطباعا هنا هنا حتة مختلفة هنا نجوم العالم فعلى مستوى الماركتنج على مستوى التشويق ريال مدريد بقى من أوائل الاندية اللي يطلع على الصين يطلع على الولايات المتحدة يوسع قاعدة الانتشار بتاعته بوجود النجوم الكبيرة فابتدأ يبقى أقوى على مستوى الجماهيرية في العالم وابتدأ يبقى أسقل في عيون اللاعبين لأنهم بقوا حاسين أنه هنا المكان رقم واحد في العالم مع طبعا التاريخ الكبير للنادي مع الانتصار بدوري أبطال أوروبا أكتر من مرة تحديدا كمان السلاسية الأخيرة مع زين الدين زيدان خلت الكل عارف أن ريال مدريد دا المكان الأساسي في العالم المكان رقم واحد في العالم بالنسبة لأن دا دا يمكن الحاجة اللي مخلاني حاسس أن فلونتينو برزم التطمن أنه يعرف يخلص صفقة كايلين مبابي وربما يبني عليه جالاكتكوس جديد لكن عودة للمباراة في شوية أسئلة كده محتاجة تتسئل ومحتاجين ندردش فيها مع بعض السؤال اللي كان الأول يعني هو ليه ريال مدريد لعب بالشكل الباقس دا خلينا نستخدم كلمة باقس لأن اللعب بعشرة لعيبة ورا الكورة لمدة 90 دقيقة أملا فإن ما يخشش فيه جول من غير مطوحة الجول ولا مرة هو حاجة أصبحت صعبة شوية بالنسبة تحديدا لنادي كمان زي ريال مدريد